يستاني في الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته النهاردة على ملعب عبداللطيف أبو رجيلا استعدادا لمباراة الجونة المقرر لها يوم الجمعة الجاي باستاذ خالد بشارة في الجولة 29 لمسابقة الدوري الممتز والبرتغالي فريرة رفض منح اللاعبين راحة بعد الفوز على بيرامدز بيثولاثية دون رد في المباراة اللي أقيمت بينهم مبارح على استاذ القاهرة ضمن الجولة 28 لمسابقة الدوري الممتز عشان يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 66 يتصدر بيها جدول ترتيب المسابقة المحلية ويتوقف رصيد بيرامدز عند النقطة 59 يحتل بيهم المركز الثاني مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قرر صرف مكافئة فوز قدراء 70 ألف جنيه لكل لاعب عقب الفوز على بيرامدز بالأمس أما النادي الأهلي بيعقد مجلس إدارته برئاسة تمحمود الخطيب اجتماع النهاردة بمقر النادي بالجزيرة لمناقشة العديد من الموضوعات الخاصة بالنادي وبيناقش المجلس عروض الرعاية اللي تلقاها خلال الفترة الأخيرة وبينتهي عقد رعاية النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وكمان بيناقش المجلس الملف الخاص بقناة النادي وبيستعرض مجلس الأهلي أيضاً آخر ما تم التوصل إليه في فرع النادي بالقاهرة الجديدة والمقرر افتتاحه خلال الفترة القادمة ده بالإضافة لنقل مهم إدارة كرة القدم للنادي لشركة الكرة واللي كان من المفترض أن هي تبدأ عملها يوليو الماضي